السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهم معكم اخوكم هاردة طيمن موقع ايجيب تفون النهاردة اجيب لكم برنامج خفيف برنامج لذيذ برنامج مهم جدا لناس كتير او هيستخدموا البرنامج دوت بيقوم بوظيفتين اول بوظيف ان هو بيمنع العنات المزعجة. الان ان هو بيمنع البرامج معينة او جميع البرامج ان هي تشتغل في الخلفية من حيث النت. بحيث ان هو وفر لك في باقة النت بتاعك على قد ما تقدر. فانت ممكن تقدر تمنع النت عن برامج معينة او على جميع البرامج. وكمان بيخصصها لك ان انت تقدر تمنعها من خلال الواي فاي او من خلال الديتا. طب الكلام ده بيتم ازاي? خلينا نشوف برنامج ونشوفه بيعمل ايه? البرنامج طبعا لازم انوه في البداية ان هو بيشتغل بدون روت. يعني انت برنامج دوت مش محتاج روت. لان قبل كده كلنا كنا عارفين ان انت عشان تبنى الاعلانات المزعجة اللي بتظهر لك عن طريق اي متصفح او اي لازم تكون عامل روت. لأ البرنامج دوت فري. وانا جايب لكم كمان النسخة المدفوعة واللي ان شاء الله هتلاقوها اسفل الفيديو. ببساطة اوي هروح نفتح البرنامج لاول مرة بعد ما نسطبه. بيتشوف الشكل اللي قدامنا. بيتضغط على زر الباور اللي قدام دوت بحيس ان انت تعمل تشجيل للبرنامج. ضغطنا عليه. فبيقولك انت عايز تفعل الفي بي ان. تمام? هنبص فوق هنلاقي علامة المفتاح ظهرت ويكونت كمان البرنامج ظهرت فوق. وشريطة الاشعارات من فوق خلص. تمام? وكده البرنامج بتاعنا اشتغل. طيب. لو دخلنا الاعدادات بتاعته من تلات نقط اللي فوق دولت. ودخلنا عالسيتنج بتاعته. هنبص نلاقي في حاجة مهمة جدا. اللي هي الاد بلوكر. ان انت تقدر تعمل فلترة او تعمل على اي حاجة انت عايزها وعلى جميع اللغات. اي حاجة ممكن تقابلك ممكن تعمل لها بلوك بحيس اما تيجي تصفح اي موقع مسلا روسي. لازم الفلترة تبع على الموقع الروسي. ان انت كنت فلترة مسلا قبل كده على ايه? على الموقع الاجنبية. او الانجليزية او الامريكية. لا هنا كمان في موقع عشان اللغة الروسية واللغة الالمانية وهكذا. تمام كده? ده بالنسبة الاول ان انت بتعمل فلترة على اه الموقع اللي انت بتخش عليها. تمام? فبالتالي لما تيجي تستخدم اي اه برنامج. هتبص كده معنا. من البرامج اللي هي بتظهر دايما عليها الاعلانات. هتبص تلاقي ما فيش مشكلة بتقابلك وما فيش اعلانات بتظهر لك. ده برنامج من وسط البرامج اللي بيزهر على اعلانات. ما فيش اي اعلانات ظهرت عليها. تمام? هنخش على برنامج التاني برضو. اللي هو زونا. ونشوف هل في اعلانات بتظهر عليه ان اغلب الناس بتجد تفرج على الفيديوهات بتبص تلاقي اعلانات ظهرت عليه. زي ما انتم شايفين. باستخدم البرنامج ما فيش اي اعلانات بتظهر عليه نهائي والحمد لله. تمام كده? يبقى البرنامج ده فعلا قدر ان هو يمنع اي اعلانات بتظهر من خلال اي اي ايبليكيشن. كمان ممكن نشوف اي موقع نتصفحه ونشوف هل الاعلانات هتظهر عليه ولا مش هتظهر. زي ما انتم شايفين برضو هو الموقع دخلت عليه وقلبت فيه وما فيش ادنى مشكلة عالية. ده موقع من وسط الموقع نخشها لموقع تاني. برضو زي ما انتم شايفين بتصفح اي موقع وبقلب فيه زي ما اعايز وما فيش اي مشكلة نهائي بتظهر عليه. تمام كده? ده اول نقطة ممكن نتكلم عليها. تمام? في حتة حابب ان انا اقول عليها في البرنامج ان انت ممكن من خلال اللي هي دوت اللي هو يوزر فلتر ان انت بتضيف اي موقع انت عايز ما يزهر لكش خلص. يعني انت في موقع معين عايز تعمله بحيس ان انت لما تفتحه او حد يحول يخش عليه ما يفتحش معين. زي ما انت شايف تعمل هنا او وتعمل الموقع بتاعك اللي انت عايزه عايز تعمله آآ بلوك. تمام? بوصل كده شايف بيعد معك عمالي اللي هو اللي هي التاني تحت كده عمالي يعدده يعدلك البرامج او الاعلانات اللي هو عمالي يعمل لها بلوك. واخد بالك. تمام كده? وهو لو في اي حاجة برضو عجمات من اي آآ اي اعلانات هتظهر لك اللي هي مكان صفر دي او زيرو. هتظهر لك هنا. هو كده بيعمل آآ بلوك للاعلانات اللي بتظهر على البرامج او على المتصفحات. ده اول بنتكلم عليه. طيب. التاني بقى بالزبط. بصوا كده اللي هو الفارويل ده. ده اللي هو الجدار الناري. اللي هو بيقدر تمنع النت او تشغله على اي برامج انت عايزها. ازاي الكلام دوت? بص يا سيدي. ديت جميع البرامج اللي عندي. تمام كده زي ما انت شايف. انا اقدر امنع النت عن كل البرامج ديت لو بستخدم مداتها. تمام? وقدر امنعها عنها واي فاي. طب اكدت لكم الكلام بس الاول. بصوا كده الفيس بتاعي. خلينا روح نفتح الفيس. تمام كده? ده الفيس بتاعي اوة. كل حاجة شغالة فيه. زي الفل ما فيش اي مشكلة فيه. ركزوا معي في اللي هيحصل بعد كده. دلوقتي بقى هزبت لكم ان البرنامج طول ما هو فعال. اقدر ان انا افصل النت عن اي برنامج او على جميع البرامج اللي انا عايزها. تمام كده? بص يا سيدي. خلينا روح بس اتاكد ان البرنامج متفاعل كويس. كل حاجة تمام عليه. تمام. كده بالفعل انا اقفل الواي فاي هوت. عمل له اغلاق. بحيس ان انا جاء اشوف اي برنامج احابب اخش عليه. تمام? هبص الاقي النت مفصل عنه رغم ان النت شغال فوق معي. بص يا سيدي كده. ده برنامج من وسط البرامج مسلا. ان هو اصل مش قادر يتوصل بالنت. مجرد ما شوف ما شيل عنه هتبصت لقي البرنامج شغال معك. ده برنامج من وسط البرامج. اشوف لك برنامج تاني. افتح. شوفه. برضو ان الصفر بتاعها مش قادر يوصل للنت. ادي برنامج كمان. طب نشوف المتصفح. تمام? صفة الويب غير متوفرة. وبالتالي كده انا قادرت تأفصل النت عن جميع البرامج. طب لو عايز ان انا اشغل النت عن برنامج معين. بص يا سيدي. انا عايز اشغل النت عن ايه? عالبرنامج ده عالمتصفح دوت. مسلا. اهو. عايز اشغاله عليه. ركز معي كده. خلينا اروح افتح المتصفح بتاعي. وشوف الدنيا هيحصل فيها ايه? ايه اللي حصل? الموقع فتح معي. وبالتالي احنا كده وصلنا في النهاية ان انت البرنامج اللي انت عايز تشغله بتشغله والبرنامج اللي انت حابب تفصل عنه النت بتقدر تفصل النت عنه. وبالتالي دوت بيوفر لك في البطارية وكمان بيوفر لك في باقة الانترنت بتاعتك. ده برنامج كمان اهوت. ايه تاني. ودي برنامج كمان اهوت قدرت ان انا اشغل عليه النت بتاعي. خلينا انا هنشوف البرنامج كده. لو كان بيقول لك هتلاقي البرنامج فتح فعلا معنا وشغال زي الفل ما فيش فيه اي مشكلة. طمام? الفيس مسلا كمان لو حاولت تخش علينا طبعا ما انا عنه آآ النت. لو حاولت افتحه. الفيس زي ما انتم شايفين. خطأ بتحميل اخر الاخبار. كده ما فيش نت تعليق. مجرد ما راجع شغل نت تعليق هتبص تلاقي الفيس بتاعك شغال معيك. بس آآ كده اعتقد ان انا آآ جبت كل حاجة في البرنامج تهم الناس. آآ حاجة مهمة جدا حابب اقول لك. البرنامج عشان تقفله لازم بتضغط على نامة الباور. الوزير الباور اللي اخدر لقدامنا ده. وحاول تعمل تمام? ان انت تعمل خروج من البرنامج. عشان البرنامج يتم قفله معاك نهائيا. تمام كده? طيب. البرنامج زي ما قلت في بداية الفيديو ان هو هتلاقوه ان شاء الله اسفل الفيديو. اي حاجة تحتاجوها اطلبوها تحت الفيديو ان شاء الله هيتم تلبيتها في اقرب فرصة ممكنة. اتمنى ان يكونوا وفقت في شرح النهاردة. اتمنى ان البرنامج يجيجبكم. كان معاكم اخوكم هارد طايم من موقع وجروب ايجيب تفون.